وقع المحذر الذي كانت مصر تخشى بل وتحذر منه مرارا وتكرارا كلما جاءت الفرصة للتحذير من مخاطر انهيار سد النهضة على أمنها وأمن السودان القومي والمائي فاليوم تعرضت إثيوبيا لهزة أرضية عنيفة كادت أن تتسبب في سقوط سد النهضة وانهياره وهو ما سيترتب عليه كارثة إنسانية ربما تمسح السودان من فوق خريطة إفريقيا إلى الأبد ناهيكم عن المخاطر التي تهدد السد العالي فتعالوا معي كي تتعرفوا على تفاصيل زلزال إثيوبيا الذي وقع في محيط السد الإثيوبي وماذا سيترتب عليه من تبعات ورأي خبراء المياه المصريين فيما حدث منذ سنوات ما زالت تخرج الدراسات العلمية لتحذر بصورة كبيرة من خطورة سد النهضة على الأمن القومي لكل من السودان ومصر وذلك نظرا لتعنت الحكومة الإثيوبية بزعامة أبي أحمد وتصميمها على إيصال سعة خزان سد النهضة إلى 74 مليار متر مقعب من المئة وهو ما يهدد بكارثة حتمية حال انهيار جسد السد وذلك نظرا لبنائه على فالق زلزالي في الأخدود الإفريقي الذي يقبع تحت الأراضي الإثيوبية وفوق تربة طينية غير مستقرة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا حال وقوع أدنى هزة أرضية وفي هذا الإطار شهدت إثيوبيا أمس زلزالا بقوة 4.9 بمقياس رختر بالقرب من موقع سد جيبي 3 على نهر أومو وبعمق 10 كيلو مترات فيما أوضح الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن السد الذي وقع زلزال بالقرب منه يبلغ ارتفاعه 244 متر وهو يعتبر أعلى سد في العالم ويولد 1870 ميجاوط شراقي لفت إلى أن هذا السد بدأ تشغيله في عام 2015 وتبلغ ساعته التخزينية حوالي 15 مليار متر مقعب وأشار الخبير المصري إلى أن السد يبعد 700 كيلو متر عن سد النهضة وسبق أن وقع زلزال بقوة 5 رختر في نفس المكان يوم 11 من نوفمبر الماضي مضيفا أنه لو تعرض السد للانهيار جراء زلزال المتكرر الذي تحدث في المنطقة فقد يؤدي لطفان يغرق السودان وشدد شراقي على أن ما يزيد من خطورة الأمر هو أن ما كان زلزال يقع في جنوب منطقة الأخدود الإفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين وهي أكثر المناطق الإفريقية تعرضا للزلاز والبراكين كما أوضح شراقي أيضا أن تأثير زلزال الحالية ربما يكون أقل لكن لو حدث زلزال كبير بالقرب من سد النهضة وفي حال وجود مخزون ماء كبير ب74 مليار متر مكعب كما تخطط أثيوبيا له فإن الكارثة ستكون أكبر وقال شراقي إن أثيوبيا من أكثر الدول التي تعاني انجرف التربة كما أن سد النهضة والبحيرة التابعة له يتواجدان على فوالق من العصر الكامبرية ما قد يزيد أيضا من احتمالات انهيهره لو تعرضت المنطقة لزلزال كبير ومتتابعة هذا وكشف شراقي أن هناك دراسات كثيرة أثبتت وجود مخاطر لسد النهضة فضلا عن أن معامل الأمان فيه منخفضة جدا ولا تتعدى 1.5 درجة مقياس رختر مؤكدا أن هذا ما يجعله الأكثر عرضة للانهيار لو تعرضت المنطقة بجانبه لزلزال متحددة وكان الدكتور هشام بخيط أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة قد أكد سبقا أن سد النهضة مصنف دولي من المشاريع الأكثر خطورة وأن احتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحملها لأي إنشاءات خرسانية كما أشار إلى أنه في حال انهيار السد سيكون الوضع كارثيا على السودان يذكر أنه قبل أسابيع اتخذت إثيوبيا خطوات جديدة لبدء الملء الخامس دون تنسيق مع مصر والسودان وكشفت صور فضائية أن إثيوبيا بدأت عمالية تعالية السد عبر الممر الأوسط وصب الخرسانة بعد تجفيفه كما أظهرت الصور وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة وكانت المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول هذا السد الضخم الذي لا يزال يثير قلقا مصريا وسودانيا انتهت في ديسمبر من العام الماضي دون التوصل لتفاهم يرضي كافة الأطراف وفي النهاية ماذا سيحدث برأيكم حال انهيار سد النهضة الإثيوبي جراء إحدى تلك الهزات الأرضية